قال رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي عبداليز الفهد أن نحو 45% من طلبة وطالبات قطاع التعليم والتدريب الأهلي تحولوا إلى المدارس الحكومية إضافة إلى تحول 90% من رياض الأطفال الخاصة وموضحا أن ذلك بسبب اتداعيات جائحة فيروس كورونا والتي لا تزال تؤثر سلبا على القطاع حيث بينا أن هناك مدارس أهلية توقف عملها بالفعل وقد تخرج من السوق نهائيا إذا استمر التعليم عن بعد لعام جديد آخر لا في تاني لأن استمرار الأزمة سيؤدي إلى وضع كارثي لمنشآت التعليم والتدريب الأهلي حيث أكد أن خيار الاندماج هو الخيار الأمثل لوقف خسائر القطاع والحفاظ على المنشآت الوطنية وأموال المستثمرين